خطة لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي أطل بها علينا رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو في مغازلة صريحة لصوت الناخب العربي وامتصاصا لغضب الجماهير العربية الذي بات مهيئا للخروج عن سيطرة الإهمال والعنصرية خطة بدت في رأي المراقبين فاشلة لا تلامس أدنى متطلبات المجتمع العربي أحتياجاته للأمن والأمان خطة أخرى للعودة إلى حياة طبيعية ما هي إلا جندي آخر في معركة نتنياهو الانتخابية الأصعب منذ سنوات إلى العنوين نتنياهو يعرض خطة حكومية لمكافحة العنف في المجتمع العربي وسط انتقاضات واسعة خمس المصابين بفيروس كورونا هذا الشهر دون تسع سنوات يليهم فئة الشباب دون سن 29 أصحاب المطاعم والمنتزهات يستعدون لفتح أبوابهم مجددا بعد إغلاق منهك اقتصاديا أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 20 حالة وفاة وأكثر من أربعة ألاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في الوقت الذي يسجل فيه معامل تناقل العدوى انخفاضا ملحوظا أتاحت وزارة الصحة للعيادات الطبية تطعيم المتعافين من فيروس كورونا وأوعزت بمنح جرعة واحدة بعد موعد الشفاء بثلاثة أشهر بناء على توصية طاقم مكافحة الجوائح لقي الشاب خالد حصري من مدينة عكا مصرعه بعد تعرضه للطعن في جريمة جديدة ضمن أفة العنف في المجتمع العربي وأعلن المجمع الطبي في مستشفى الجليل الغربي في نهارية وفات الشاب بعد إحضاره إلى غرفة الطوارئ من قبل طواقم نجمة داود الحمراء بحالة خطرة جدا نتيجة إصابته بالطعن في منطقة الصدر دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيت برايس إسرائيل إلى الامتناع عن أي خطوات أحدية الجانب تدفع إلى تأجيج التوتر وتصعيب التوصل إلى حل الدولتين أكد المتحدث الأمريكي على معارضة واشنطن للخطط الإسرائيلية الرامية إلى بناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية كما رفض التعليق على سؤال حول إذا كانت الإدارة الأمريكية الجديدة تنوي إلغاء قرار سابقتها بأن المستوطنات لا تخترق القانون الدولي أقرت الحكومة خطتها لمواجهة العنف والجريمة في البلدات العربية تقضي بفتح مراكز شرطة جديدة وعلاقت الشرطة رفضا وانتقادا واسعا في المجتمع العربي تفاصيل الخطة في تقرير الزميلة سماح ودد حبر على ورق هكذا وصفت الخطة الحكومية لمكافحة العنف في المجتمع العربي بعد أن تصدرت العنوين وأثارت الجادل بشأنها لأسابيع طويلة في حين استمرت الجريمة بالتفاقم في البلدات العربية 150 مليون شيكل هي الموازنة التي خصصت لهذه الخطة ومن أبرز ما فيها تطوير محطات شرطية وبناء جديدة وحملات خاصة لجمع السلاح غير المرخص إلى جانب إقامة وحدة خاصة لمحاربة آفة العنف بهاي المرحلة لا يوجد ميزانية دولي فعمليا قرار الحكومي هذا وقرار حبر على وراء لأنه لا يوجد إمكانية تنفيذه لأنه لا يوجد ميزانيات يعني عشان أنت تصادق على هذه المبلغ بدأك تجي إلى لجنة المالية ولا حقا لقاعة الكريسة فعمليا هذا قرار بس حبر على وراء ونحن نعرف أنه فيه كثير قرار حكومي بالذات لما يتعلق بالمجتمع العربي اللي هي تظلها حبر على وراء القضية الثانية المهمة هي محاولة تنفيس الغضب على الإصار بيصير في داخل المجتمع العربي محاولة تنفيس ضغط خطة سخيفة لا تستحق أنه إحنا نتعامل معها بجدية يعني لما بيحكوا على شرطة ورجال شرطة جداد فيه بين نقب حوائسة مئة شرطة بيشتغلوا بوحدة يو أف وظيفتها هد بيوت وحرث الأراضي هاي الوحدة كان من زمان نوبدها الحكومي تستخدمها لمعالجة مكافحة العنف في داخل المجتمع العربي كانت تقدر تستخدمها انعدام الثقة بين المجتمع العربي والمؤسسات الحكومية بات سببا مباشرا للفجوة الكبيرة بين الخطط المكتوبة وأرض الواقع وهذا ما يجعل المواطنين العرب هنا لا يعولون على هذه الخطة واتهمون المؤسسات الحكومية وعلى رأسهم الشرطة بالتقاعس والتمييز العنصري ضدهم والله حسب رأيي هذه الخطة ضعيفة جدا يعني لا تناسب الوسط العربي في مبلغ اللي هو 150 مليون يعني حسب رأيي أول ما بيكفوا لمدينة واحدة فالخطة كثير ضعيفة وبصراحة الوضع بخوف والله يصر لأدام شو اللي بدي سيه يعني أنا حسب رأيي هذه الخطة راح تجيب مشاكل تاني والله احنا أول شغلة من حمل الحكومة المسؤولية على كل العنف اللي بصير بالوسط العربي وإن شاء الله أنه هاي الخطة بتكون يعني ما بعد الانتخابات بلناش تكون هي إنه دعاية انتخابية احنا بدنا تكون على أرض الواقع حقيقة يعني نتمنى إن شاء الله أنه ما انتشع في الوضع اللي بصير بالوسط العربي يعني إيش هي ما ساوي وإحنا بنترحم على الناس الضحايا اللي روحت كل واحد بيعمل عنف وبتجازة ما عايش يصير قبل الثمانية واربعين كان اللي يعمل عنف أو بيسرق أو بيقتل فيش إلودي اليوم صاروا بيقتلوا بيصرح وبيطلع يمرح يعني بحداش يسألوا لا ما ظنش تم تطبيقها لأنه البوليس والشرطة والحكومة مش معنيين في هذا الاشي إنهم يوقفوا العنف هذا كل ياته لو بدهم يوقفوا بوقفوا خطة وصفت بغير الجدية ويكاد المواطن البسيط لا يصدق بحتواها خصوصا في هذه الفترة الحرجة قبيل الانتخابات وحول هذا الموضوع تنضم إلي هنا في استوديو عضو الكنيسة السيدة عيدة مسلمان وريضا جابر المحامي مدير مركز أمان أهلا بكما دعيني أبدأ معك عيدة عندما يضع نتنياهو خطة كهذه لمكافحة العنف هو يرى العربي بنظرة معينة كيف يرى نتنياهو العربي المجتمع العربي والمواطن العربي في هذه البلاد يعني دعيني أولا نصحح بعض المصطلحات أنا لا أرى فيما تم إقراره خطة الخطة يجب أن تكون شمولية الخطة يجب أن تشمل جوانب عديدة في محاربة الجريمة هذا كان قرار حكومي اجتزأ أجزاء من خطة أكثر شمولية وكبيرة كان يجب أن تكون أولا أنا أعتقد بأن هناك تعامل لدى نتنياهو تجاه المجتمع العربي وكأننا لسنا على درجة كاملة من الوعي لنفهم بأن ما قام به هو أكثر يدخل في باب الحملة الإعلامية الانتخابية مما هو جهد جدي وقرار مبدئي بمعالجة قضية الجريمة والعنف كيف يمكن التعامل بأن هذا تعامل مع جدي مع دمنا الذي ينزف في الشوارع وهو لم يتطرق بكلمة واحدة لما قامت به الشرطة قبل أيام من اعتداء دموي على أهلنا في أم الفحم وكل سبب هذا الاعتداء أنهم أرادوا أن يحتجوا وأن يستمروا بالاحتجاج على موضوع الجريمة من يريد أولا أن يقوم بالفعل بعمل جدي في قضية الجريمة والعنف أولا يجب أن يفحص وأن يعدل من عداء الشرطة ومن تواطئها مع منظمات الإجرام ثانيا أن يوجه ضربات قاسمة لهذه المنظمات هذا التعامل فيه استعلاء واستغباء للمجتمع العربي وهو مرفوض نعم ريدا سأنتقل إليه كما قالت السيدة عيدة من ناحية يوجد اعتداءات بالشرطة والاعتداءات مستمرة على المواطنين العرب ومن ناحية خطة لمكافحة العنف والجريمة ما رأيك في هذا التناقض؟ أنا متفق مع نائبة عيدة بأن هذه ليست خطة هذا نوع من المحاولة للالتفاف على المجتمع الفلسطيني محاولة لإعطاء نوع من الفتاة لتجاوز فترة الانتخابات وبعد هذا الموضوع سينتهي أو لن يذهب الاتجاه الذي يريده مجتمعنا لاحظي مثلا في موضوع إقامة لجان إضافية يعني إقامة لجنة برئاسة مدير عام رئاسة الحكومة لمائة وعشرين يوم تقدم مشروع معين عملي وأيضا هناك مئة وثمانين يوم حتى يتم تقديم مقترحات بموضوع السلاح من الجيش يعني كل هذا التأجيل وكل هذا في هذا الموضوع يعني يعطي بأن كل المحاولة هي تجاوز فترة الانتخابات إلى ما بعد الانتخابات وهذا الموضوع سيدخل في دوامات السياسة في إسرائيل وأروقتها وسيبقى مجتمعنا يعني تحت وطأة الجريمة لو كانت الحكومة الصادقة في توجهها كم بصورة مباشرة تم مثلا تبني المقترح الذي قدمت اللجنة الوزرية قبل ثلاثة أشهر ولكن لم يفعل ذلكم يعني يتحدثون عن مبادئ يعني تبني مبادئ هذه الخطة وليس تبنيها وهذا يعني موضوع ليس شكلي هذا جوهري يعني سيتم البحث من أول ومن الجديد في بنوض الخطة اللي أنا تحفظ عليها بشكل يعني من البداية اللي تحفظ عليها ولكنها هي بالاتجاه الصحيح لأنها كما قالت النائبة عايدة هي أكثر شمالية هي تتعلق في مواضيع الفكر تتعلق في مواضيع الشبيبة تتعلق في مواضيع السوق السوداء يعني مجمل مواضيع يعني كانت بالأساس يمكن أن تحل نوعا من الإشكال في داخل المجتمعنا النقطة الأساسية برأيي بأنه التعامل مع الجريمة داخل المجتمعنا في هذه اللحظة دخل الحلب السياسي ويتم استعماله في الانتخابات استعمال سيء وليس استعمال يخدم القضية كان من المفروض أن هذا الدخول إلى الحلب السياسي أنه يعني يسعفنا يعطي هذا الموضوع مجال لحله مجال لأخذه بشكل جدي والقرار الحكومي بالأمس هو باعتقاد صفعة لمجتمعنا الذي عول على نتانياهو عول على أنه يمكن مجتمعنا لم يعول الحكومي يمكن لا أنا قصدي أيضا مجتمعنا يعني في لحظة معينة يعني توقع أنه كل هاي التصريحات كل هاي الموج يمكن أن تحدث اختراق معين لم يحدث هذا الاختراق يعني نعود إلى المربع الأول في هذا الموضوع وهذا ما حدث نعم عيد سعود إليك هناك خطة كما قال المحامي ريدا جابر خطة واضحة حاضرة مختصين عرب عملتم عليها لفترة طويلة لماذا لم يتم تبني هذه الخطة برأيك لأنه لا توجد إرادة سياسية لمعالجة الموضوع حقا نتانياهو وحكومته من مصلحتها إغراقنا في حالة العنف وحالة الجريمة منظمات الإجرام أصبحت أداء ووسيلة لضبط الأمور والسيطرة على المجتمع من خلالها لهذا نرى تواطئ الشرطة بهذا الشكل وعدم تحركها بشكل فعلي لضرب هذه المنظمات أنا أعتقد بأنه سألتيني كيف ترين تعامل نتانياهو السياسة التي تتعاملها نتانياهو مع مجتمعنا العربي كل الوقت هي ما بين تنفيس الضغط ومحاولة السيطرة على الوضع والعقلية هي عقلية أمنية تماماً وليست عقلية مدنية تسعى لمصالح المواطن هو رأى الضغط الموجود داخل المجتمع وحالة الاستنفار وخروج التظاهرات بهذا الشكل الكبير مما يدل على أنه المجتمع عملياً لا يعول على حكومته ولا يثق أصلاً بهذا التوجه هو بحاجة إلى خفض مستوى الاشتعال الاشتعال أو الضغط اللي موجود داخل المجتمع لكي يبقى في السيطرة ويستمر في سياسته يعني لأجل ذلك هو استعملياني زي تنجر الضغط وبنفسها جوي عشان تهدى الأمور في داخلها ويستطيع أن يمر مرحلة الانتخابات بهدوء أفضل وقد يجني أرباح من وراء ذلك بالمقابل يعني مهم أنه نأكد الحديث الآن يدور لماذا لم يتبنوا لجنة القرارات لجنة المتابعة وخطة لجنة المتابعة نحن نقول أبسط من ذلك هناك تقرير من مراقب الدولي فيه شيء أكثر رسمي وتابع للمؤسسة الإسرائيلية من مراقب الدولي مراقب الدولي قبل سنة ونصف سنتين قدم تقرير متكامل مع نصائح واضحة كيف يتم التعامل مع تهريب الأسلحة من الجيش وعملية ضبط موضوع الأسلحة فليتبنوها كانوا يستطيعوا أن يتبنوا تقرير مراقب الدولي ويعلنوا فورا بدء العمل بحسبه لماذا لم يكن ذلك لأنه لا توجد إرادة حقيقية بمعالجة قضية العنف والإجرام لدى هذه الحكومة نعم وعن دلالات التوقيت لهذه الخطة هي أيضا دلالات انتخابية والمبلغ يعني نحكي على 150 مليون شاقل تبدو كأنها رشوة سياسية للمجتمع العربي يعني رشوة باخسة حتى يعني حتى اللي بده يرشي بكبر شوي المبلغ في العام 2018 كانت مخصصة ميزانية لوزارة ما يسمى الأمن الداخلي اقططع منها 343 مليون كانت مخصصة للمجتمع العربي استعملها أردان في أسباب أخرى وأهداف أخرى يعني حتى ما وصلوا لنصف المبلغ اللي اقططع من الميزانيات اللي كانت مهيئة للمجتمع العربي وإذا دققنا ناظر بالمئة وخمسين مليون وأنتم وضعتم صورة واضحة لنتنياهو يبني محطة إطفاء بطف حرائق هو يفكر حاله أنه عم بطف حرائق يعني محطتين إطفاء شمالهم بالميزانية مقرات من قبل سنتين نعم من ضمنها في مدينة عربي يستنوا فقط المصادقة على خرائط البناء للمحطات يعني هو يجمع بعض البنود اللي موجودة أصلا في الميزانية وحتى مش كل البنود اللي موجودة بالميزانية وقال سأخصص مئة وخمسين من ثلاث ملياردات من خطة كانوا يتحدثوا عن ثلاث ملياردات نزل لمئة وخمسين هاي مش رشوي هاي فتات سقطة عن طاولة ونحن لسنا لئام لنلتقط يعني هذه الفتات مع أنه مختص مش أيتام تنلتقط الفتات عن طاولة دعيني أنتقل إلى ضيفي التالي فراس بدحي وهو رئيس مجدس كفر قرع أهلا بك سبق أن ذكرت سكرتارية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية أن الخطة الحكومية غير كافية وغير كاملة وليست شاملة وواضحة بما فيه الكفاية هل يمكن أصلا لأن تكون هذه الخطة خطة كاملة؟ مساء الخير لك والجميع المشاهدين بالطبع لا يمكن أن تكون خطة متكاملة طلبات رؤساء المجالس المحلية العربية أوسع بكثير مما تقدم به رئيس الحكومة إلى طاولة الحكومة المصادقة الخطة تشمل يعني مثلا أعطيكي على سبيل المثال أين مثلا الموضوع الميزانية للقامرات التي طالب فيها رؤساء المجالس؟ أين الحل للأزواج الشابة وتعديل القوانين والأنظمة بكل ما يخص تسويق القصائم للأزواج الشابة في الوسط العربي؟ ماذا عن السوق السوداء؟ هل كان هناك حل لقضية السوق السوداء؟ يعني الاكتراح ليومين أو لمشروع بمرحلتين لجمع السلاح في الوسط العربي هذا لا يكفي ولا يعني يفي الطلبات والشروط التي كنا قد طالبنا رئيس الحكومة فيها لحل قضية جمع السلاح وإغلاق محطات السموم ومكافحة الجريمة والعنف الوسط العربي ما تقدم به رئيس الحكومة لا يفي بطلبات رؤساء المجالس ومن هنا نحن نقول وإن كانت هذه خطوة أولى لكن أيمكن أن نبارك على هذه الخطوة لأننا نريد خطة متكاملة تشمل يعني مرحلتين المرحلة الأولى هي الطلبات التي قزم تنفيذها يعني غدا مثل قضية جمع السلاح قضية محاولة مكافحة السموم قضية الكاميرات ميزانية الكاميرات قضية يعني فتح عن طريق بنك إسرائيل الإمكانية للمواطنين العرب من يخذوا قروض وتوسيع هذه الإمكانية عن طريق البنوك يعني هذه و يعني مكافحة عن طريق وحدة خاصة تعمل يوميا في داخل وسط العربي لحل أزمة نعم نعم طيب هذا هو الذي قبنا أن يكون يعني مباشرة لخطة الحكومة والموضوع الثاني يخص ميزانيات للرفاه الاجتماعي ميزانيات لقضية التربية والتعليم ميزانيات لبناء محطات شرطة نعم وريد أن أقف عند هذه النقطة يعني تغيير في سياسات الحكومة وهذا واضح ولكن ما رأيك في فتح مراكز الشرطة في البلدات العربية ما يا أختي العزيزة يعني الكل الشاهد والوسط العربي والوسط اليهودي ماذا يعني وجود محطة شرطة داخل كل بلد وبلد هذا لا يجدي نفعا يجب أن يكون هناك خطة عمل لمكافحة الجريمة والعنف وجود محطات شرطة هو لا يستوفي الشروط ولا يعطي أياتها حلول للجريمة والعنف مثال هناك كانت محطة شرطة بم الفحم هناك محطة شرطة بجسر الزركاء يعني نتسأل شو النتيجة اللي أعطتنا إياها وجود محطة شرطة بالعكس وجود محطة شرطة بم الفحم هي كانت السبب المباشر لمهاجمة يعني المتظاهرين الذين أتوا لمحاربة العنف والجريمة ومطالبة الحكومة بكبح هذه الآفة التي تقتل فينا تقريبا يوميا وبدل أن يحاربوا المجرمين ويجمعوا السلاح هاربوا يعني المتظاهرين العزل الذين يطالبون بحل لكبحة جريمة والعنف فقضية يعني محطات شرطة لا تجدي نفعا يجب أن تكون هناك خطة متكاملة وقوات ووحدات تعمل في الوسط العربي لجمع السلاح وإنهاء قضية السوق السوداء وإنهاء قضية محطات السموم التي هي لب المشكلة والتي تهدد يعني أمن وسلامة المواطنين في المجتمع العربي نعم شكرا لك فراسي بدحي رئيس مجلس كفر قرع وأنتقل إليك يعني أن أعيد وأكرر شجب بكل اللغات وبكل الكلمات ما تعرض له أخي الكريم الدكتور صمير يعني مثل هذا العمل الذي يهاجم في رئيس طلقة محلية هو هجوم على كل رؤساء المجالس المحلية هجوم على كل الإخوان فيهم الفهم والكرة العربية ونحن نججب بكل الكلمات والعبارات ما تعرض له الدكتور صمير ونتضامن معه على هذا الأساس كنت قد فررت أن لا أشارك في الجلسة مع رئيس الحكومة يوم البارحة التي كانت بخصوص تطعيمات تضامنا مع صديقي وأخي الدكتور صمير نعم شكرا لك المحامي فراس بدحي رئيس مجلس كفر قرع وأنتقل إلى المحامي ريدا جابر مجددا الخطة لا تتطرق بتاتا كما تحدثت أيضا السيدة عيدة للإجرام المنظم بخلاف ما حدث في مكافحة الإجرام في مدن مثل نتانيا ونهرية لماذا تخشى الدولة محاربة الإجرام المنظم برأيك لا تخشى هذا قصدها لو كانت الحكومة لنضع الموضوع بنصابه القضية قضية سياسية عندما تكون هناك إرادة سياسية بحل موضوع الجريم والعنق لن يأخذ للدولة سوى سنة أو سنتين سنتين بأقصى حد لإنهاء هذا الإشكال تستطيع أن تفعل ذلك فعلت ذلك الشواهد تقول بأنها تستطيع أن تفعل ذلك ولذلك القضية قضية الإرادة السياسية الآن هناك زمنين الزمن مجتمعنا الذي يعيش في حال الطوارئ هو يريد حلول الأهم هو يريد للشرطة أن تدخل وتفعل فعل حقيقي ضد عصابات الإجرام هذا يتطلب شرطة مهنية وحدات شرطة خاصة تتعامل مع هذا الموضوع بشكل جدي وبشكل جراحي يعني هي تعرف الأسماء تعرف المواقع تعرف الإمدادات الاقتصادية لها كل هذه المعلومات متوفرة ولذلك تستطيع هذا الزمن الذي يريده الآن مجتمعنا الحكومة لها زمن آخر زمن المماطلة زمن أنه تمتلك الوقت تتلاعب في هذا الوقت بشكل يعني مذهل يعني أنا ذكرت قبلها في المداخل الأولى عندما يتحدثون عن مئة وثمانين يوم في موضوع السلاح الغير مرخص الذي يتم سرقته أو خروجه من الجيش يعني هذا هذه المعلومة المعروفة منذ سنوات جاءت الجيش جاءت الشرطة جاءت وزارة العديد واعترفت بذلك أمام اللجان في الكنيسة يعني لماذا نريد أن يكون هناك لجان ولجان وبعد لجان حتى لا يتم معالجة الموضوع المعلومات متوفرة الخطط متوفرة فقط نريد القرار بالتنفيذ هذا القرار لم الآن لم تتخذ الحكومي والواضح بأنها لا تريد أن تتخذ لأنها تريد أن تستعمل هذه الفترة السياسية فترة الانتخابات فقط للمماطلة وأن تستفيد من هذه الورقة الورقة انتخابية مجتمعنا قرأ هذه الصورة وهو يعرف الآن بأننا أمام حالة أنه نحن لوحدنا الدولة لم تسعفنا ولذلك الآن نحن أمام حالة يجب أن نتخذ قرارا جريئا بأنه الآن نحن نعرف بعدما نقرأ هذا له روح هذا القرار الحكومي روحه تقول بأننا لم نسعف المجتمع العربي نعطي المخدر نهدئه ولم نحل الإشكاليات بصورة جوهرية داخل ولذلك الآن الموقف هو وهذا موقف قيادي هذا موقف قيادي على كل المستويات دعني أنتقل إلى القيادة السياسية والقيادة المحلية دعني رضا أنتقل إلى القيادة الموجودة نعم دعني أنتقل إلى القيادة قرار جريء وهذا التعامل مريم هذا التعامل والامتظار نحن ننتظر ستكون هناك خطة وهي يعني نحن نلعب في مساحة الحكومة ويجب أن نكسر قواعد هذه اللعبة إذا لم نكسرها فسنبقى في هذه الحلقة سأنتقل إليك بروح ما قاله رضا الأمر الآن يحتاج إلى قرار سياسي قرار سياسي من القيادات السياسية ما رأيك في هذا التعقيب هل يمكن أن تتخذ قرارا سياسيا ما لمناهضة أعتقد بأن القرار يعني نحن لسنا في حالة انتظار لقرار من هذا النوع هذا كان هناك اجتماع للجنة المتابعة قبل أسبوعين وتم القرار بأنه يجب تصعيد النضال والنضال الشعبي أساسا ضد الجريمة والعنف نحن نعتقد بأنه إذا الشرطة لا تريد أن تحاصر منظمات الإجرام نحن سنحاصر الشرطة ومنظمات الإجرام لكي يكون هناك ردة فعل تم الإقرار أيضا بعد الاعتداء الدموي على أهلنا وإخوتنا وطبعا الدكتور يوسف جبرين وأيضا رئيس بلدية إم الفحم كان هناك اجتماع في الليلة ذاتها وتم إقرار أن يكون هناك تظاهر ضخمة بأسم لجنة المتابعة والحراك المحلي واللجنة الشعبية المحلية وبلدية إم الفحم أولا للقول بأنه لن يتمكنوا من كسر إرادة جماهيرنا العربية التي خرجت لتتظاهر وقالها يعني قائد شرطة في لواء المسؤول عن إم الفحم عندما سئل في إحدى المقابلات لماذا تصرفوا بهذه الوحشية مع أنه في مظاهرات أخرى في الناحية اليهودية لا يتم التعامل بهذه القسوة قال بأنه بدأنا نشعر بأن هذه التظاهرات تحمل طابع سياسي قومي يعني بمعنى كل قضية التواطئ مع منظمات الإجرام هو بقرار سياسي حكومي لكن عندما نحن نأخذ القرار السياسي بأن نناهض عملية قتل أبنائنا وبناتنا يصبح الأمر بحاجة إلى قمع علينا عليهم أن يفهموا جيدا أم الفحم ليست وحيدة وفي هذه الحالة كلنا أم الفحم وفي هذه الحالة القرار السياسي ووجود لدينا يجب تصعيد النضال الشعبي في هذه الحالة وعندما ندخل إلى الكنيسة سيكون هناك تصعيد أيضا في العمل السياسي والبرلماني وأنتقل إليك إلى العمل الشعبي الذي نتحدث عنه ما أهمية النضال الشعبي الذي يأتي من الشعب من الشارع من أم الفحم التي سميت مدان التحريم من حراك الشباب في أم الفحم بمناهضة هذه الآفة مريم يعني هناك نحن أمام مشهد هو في تحول في الحراك الشعبي وأنا أريد أن أخص في هذا الموضوع هذا التلاحم بين السلطة المحلية وبين الجمهورها يعني هناك مشهد غريب في المجالس المحلية الأخرى أو بعض المجالس المحلية التي يعني رئيس المجلس أو رئيس البلدية يعني هو بشكل معين نوع من الوسيط بين الدولة وبين المواطنين هو ليس بشكل حقيقي وجد منخرط في موضوع مناهضة هذا بمواجهة الدولة وبمواجهة الشرطة في حالة أم الفحم هذا التلاحم بين السلطة المحلية وبين جمهورها وبين الشباب بهذا الشكل كسر قاعدة معينة أنا أكون ضدها دائما بأن الرئيس المجلس يجب أن لا يكون وسيطا بين الدولة وبين جمهوره وبين ممتخبيه هو يجب أن ينخرط بشكل حقيقي وجد وعميق في تنظيم مجتمعه وأيضا تنظيم الحراك الاحتجاجي ليأخذ بعد آخر يكسر النمطية في الاحتجاج والنمطية بشكل وبصوره هذا التلاحم الذي يعني درب مثل في درب مثل في إم الفاحم أنا أعتقادي وهذا الحراك الشبابي الغير يعني منظم هو عفوي غير منظم ولكن يعني خرج بشكل حقيقي نابع صدق والتفاف حقيقي وألم حقيقي هو الذي دفع الموضوع إلى الأمام بهذا الشكل ولذلك الآن نحن يجب أن نذهب بهذه الحراكات ونعممها من إم الفحم إلى الطيبي من الطيبي إلى الطير من الطير إلى النقب إلى رهض وهكذا عندما نحول مجتمعنا إلى هذا الحراك الحقيقي المتدحرج دائما والذي لا ينطفئ أبدا هو يذهب حتى النهاية هذه الطريق المشكلة أن هذه الحراكات أم الفحم ضربت مثلا آخر هذه الحراكات لا تستمر ولذلك الدولة فهمت الرسالة يعني دعوهم يتظاهرون يوما ويومين وبعدها الأمور تنتهي الآن هناك تحول هذه الحراكات مستمرة يجب تعميمها وأنا أعتقد بأن هذا الطريق الذي يجب أن نسلقه نعم سيدة عيدة هل يمكن أولا نشر هذا الحراك من أم الفحم إلى بلدات أخرى وهل يمكن تقوية والاستمرار في هذا الحراك أيضا يعني لأيام ولأشهر عديدة يبدو أن المسار طويل أنا لا أعتقد بأنه أي قضية المسار فيها يكون بانطلاقة معينة تنتهي بسرعة أو نصل إلى الحل بسرعة أي نضال جماهيري هو نضال تراكمي وتصعيدي حتى يصل إلى الهدف الذي يصل إليه الأرضية متوفرة هناك غضب كبير في الشارع العربي بين جراء حالة الإنفلات الأمني وحالة الخوف وحالة الترد التي وصلناها من ناحية فقدان الأمن الشخصي ومن ناحية الخوف بالفعل أنا أعتقد بأن الجمهور بدأ يعي بأن سكوته ممكن أن فقط يعزز الجريمة بشكل أفضل وأنه ليس هناك من يعتمد عليه ليحله مشاكله يعني في دولة طبيعية المفروض أنه الاعتباد التام يكون على سلطات القانون وسلطات والشرطة والحكومة في معالجة القضية نحن في وضعية التي فيها الحكومة تناصب العداء للمواطنين العرب وأعتقد جازمة تقريبا بأن مصلحتها الأساسية بأن تستمر هذه المنظمات الإجرامية في التغلغل داخل مجتمعنا والسيطرة على مقابد الحكوم والحياة اليومية في داخل المجتمع التي تتحول وتكون هي الوسيطة بين الدولة وبين المجتمع وفرد حالي من الإرهاب على المواطن مجتمعنا يعي ذلك يوم بعد يوم والانتفاض على هذا الواقع بدأ صحيح أنه كان فيه تظاهرات في العديد من الأماكن إما الفحم يمكن أعطت النموذج بعدم التراجع وإنما التصعيد كل مرة والزخم بشكل أكبر بدأت بحراك شبابي اليوم العائلات والنساء والأطفال يشاركوا في هذه التظاهرات مهم جدا بالفعل مهم جدا وعلى القيادة السياسية دور خاص أيضا في الانضمام إلى هذا الزخم وقيادته وتوجيه وقوننته باتجاه يعني معايير لضبط الإنجازات السياسية اللي بدنا إياها كنتيجة مطالب طبيعية تخرج من الجمهور نعم هو التعاون بين القيادات السياسية أيضا والمجتمع العربي شكرا لك عضو الكنيسة عن القائمة المشتركة عيدة مسلمان والمحامي ريدا جابر مدير مركز أمان شكرا لكم معك منذ مطلع العام الحالي حصد فيروس كورونا عروح أكثر من عشرين مواطن من قرية عينماهل كما صنفت لأشهر طويلة منطقة حمراء اليوم تشهد عينماهل ارتفاعا بنسبة الإقبال على التطعيم بعد أشهر طويلة لتصنيفها ضمن معدلات مرتفعة في الإصابات بفيروس كورونا ترتفع نسبة الإقبال على التطعيم بعد أن كانت الأعداد كارثية منذ بدء الإغلاق الثاني لتكون حصيلة بس المشكلة حتى لو كان إغلاق ثالث أو رابع بشكل عام لازم من وسط العربي أو عينماهل بشكل خاص شافت أنه عدد وفيات كثير كان لازم كل واحد يحافظ إذا كل واحد حافظ حتى لو ما فيش قرار إغلاقه أو الإشي أنه يظل بالتعليمات المختصة مثلا نحن كل يوم طريقة جبهة داخلية ونحن بعينماهل من أكثر ناس كنا ننزل كل يوم مرشدات وتحذيرات وتعليمات للناس على اللي بيصير يعني إحنا 24 ساعة كنا شغالين بالبلد طريق الإنترنت طريق المواقع الإلكترونية بعينماهل أنه نعطي إرشادات وبس من ناحية ثانية الناس يعني زيخة بالبيوت الطلاب المدارس الدولة ما عرفت الشي يعني صار فيها تخبطات وهذا الإشي أنه الناس مش عارف شو بدها تعمل منذ مطلع العام الحالي حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من 20 مواطنا من قرية عين ماهل ويعود السبب الأبرز لارتفاع الإصابات خلال الموجتين الأخيرتين إلى استهتار المواطنين وكثرة الاختلاط في المناسبات الاجتماعية وبيوت العزاء الأمر الذي أدى لانتشار الفيروس بشكل أسرع مما شكل الخطر على حياة المواطنين وتسبب بوفاة 27 شخصا الإشي اللي صار من شهر واحد لهون وهذا الإشي المليح اللي هي من الطواقم الطبية من صندوق المرضى من المجلس المحلي التوفيرات للتطعيمات وللفحوصات المؤكدة ومن هذا إذا إحنا منتطلع بداية شهر واحد كان بس ألف واحد متطاعم للكورونا اليوم إحنا منوصل حوالي 6 ألاف فأنا أدام متطاعم والنسبة كل مالنا من تتحسن جدا لدرجة كنا من السلم الحمراء وبعدين توصلنا تقريبا للأصفر والخضراء المدارس رجعت والهيك بفكر يعني باليومين الأخرانيات عم نتراجع وضع البلد وبتأمل بتأمل جدا أنه ما نصل للخط الأحمر بأسباب كمان عدم الالتزام أو اللي أخذ تطعيم فكر حاله أنه بعده وشهر عسل موجود على الرغم من الإصابات المرتفعة التي سجلتها عن ماهل في أزمة كورونا إلا أن المجلس المحلي يعمل على تشجيع المواطنين على ضرورة الإقبال على صندوق المرضى للتطعيم فعدد المصابين اليوم لا يتعدى ثلاثين مواطنا وجاء هذا نتيجة للالتزام بالتقييدات التي فرضتها وزارة الصحة وحول آخر تطورات كورونا ينضم علي دكتور زاهي سعيد المتحدث من قبل وزارة الصحة للمجتمع العربي أهلا بك دكتور زاهي هل نحن أمام الإغلاق الأخير هل نحن لن يكون إغلاق قادم برأيك لا أنا حسب برأي مش لازم يكون فيه كمان إغلاق لأن نحن موجودين موضوع مختلف في عنا التطعيم في عنا تقريبا مليون من الطعام بجرعة الثانية مش لازم نفوت على كمان إغلاق بس من ناحية الثانية ممنوع نفوت على وضع استهتار وأن الكورونا من ورانا وخلصت إحنا مش هناك في كل مرة دخلت البلاد لإغلاق خرجت بسرعة وازداد انتشار المرض والسبب كان خطة العودة ما بعد الإغلاق ألا تتسرع الحكومة في العودة إلى الحياة للتجارية في فتح المصالح التجارية والاقتصاد والتعليم لا في الشك أنه الخروج من كل إغلاق هو مهم بس ما ننساش المرة هاي في عنا إيش جديد التطعيم التطعيم هو في عنا الفئات اللي هي فوق الخمسين سنة تقريبا في عناها قلمة 300 ألف واحد بعد مش متطعيم كل نطعامه وإحنا عم نشوف أنه كل واحد الطعام الأمل أنه يمرض هو أوطب كتير وهو محمي يعني المخدين التطعيم الثاني بالفئات هاي وكمان شفنا من العمار طبيعة الناس اللي عم ممرضوا الفئات اللي عم ممرضوا هنالس اللي مش متطعمين يعني في عنا هنا أمان تاني في عنا التطعيم اللي بيساعدنا بس من ناحية تاني إحنا في عنا كتير مسؤولية أنه ما نخربش هاي التطعيم اللي عنا وهذا إشي اللي إحنا أحسن دولة في العالم من ناحية التطعيم والتطعيم وصلنا نحافظ على التعليمات البعد والكمامي الأربعة تلاف واحد اللي عدوا اليوم هذول لأنه قبل أسبوعين ولا حافظ على التعليمات واضح كتير يعني بكرة بدي كون في عنا ثلاث تلاف أربعة تلاف مريض هذول كمان مرة نفس الإشي ولا حافظ على التعليمات البعد والكمامي ونأخذ تطعيم عشان هيك أنه إحنا في عنا خروج إسهو شوي أسرع وإحنا في إيدنا كمان مرة إذا منقدر أنا بقول من أول الوباء منقدر إحنا نفتح كل الدولة إذا المواطنين كلهم بحافظوا على البعد والكمامي منقدر نفتح كل الدولة بس المشكلة إنه إحنا فش عنا الإمكانية نعمل هذه التعليمات منقدرش نحافظ على البعد والكمامي وهذا هو اللي بصعب علينا كل التسهيلات يعني إحنا أكثر منساعد البعد وكمامي حتى لو طعامنا حتى لو طعامنا نحافظ على بعض الكمامة نستطيع أن نفتح كل دولة ونرجع إلى حياتنا الطبيعية سأنتقل إلى المجتمع العربي حتى الآن معامل العدوى هو مرتفع جدا نسبة إلى مجتمعات أخرى حتى مجتمع الحريدي الذي قيل أن ذاك أنه متميز في الكورونا وفي انتشار الفيروس لماذا حتى الآن في المجتمع العربي يوجد انتشار هائل لمرض الكورونا حتى مع وجود التطعيم تفرق بريطانية دخلت في المجتمع العربي شوي متأخرة داما نحن نفوت أسبوعين فرق من باقي المجتمعات في الدولة وعندنا قارب في المجتمع العربي 1.1 في الدولة هقل من 1 نسبة أخطر عنا العدوى في المجتمع العربي 30% أخطر من الباقي الدولة وفي عنا الحالات السعبة 14% أخطر بالمجتمع العربي يعني إحنا اليوم كمجتمع موجودين من نقطة كتير حساسة والانتشار عندنا أكبر وأسرع وطبعا التفرة البريطانية هي علامتنا درجة جديد بالكورونا إنه هي غيرت صرفاتها صارت كمان في الصغار في العمر في الأطفال في عنا عم نشوف الحالات الحالات هي أخطريتها تحت 60 سنة ما شفنا هاش بالكورونا الأول الكورونا كنا نعرفها هاي كورونا تاني مختلفة وكل ما فيه طفرات وفيه تغيرات معقول الكورونا تتغير وتغير تصرفاتنا عشان هيك مسؤوليتنا إحنا لا نفكر حالنا إحنا إحنا طلعنا شهر العسل وانتهينا من الكورونا لا إحنا مش هناك احنا لازم نحافظ إحنا نأخذ تطعيمات البعض والكمامي لأنه كل ما فيه طفرات وكل ما فيه انتشار المرض معقول إحنا نرجع لورا معقول نرجع لوضع انه كمان التطعيم بغطيهاش عشان هيك مسؤولية تبعتنا هي نحافظ التعليمات البعض والكمامي وندرنا ندير بالنا لأنه إحنا بوضع منيح بس الكورونا مش من ورانا بعدنا الكورونا معنا وراح تظل معنا على القليلة من هون لآخر السنة وإحنا بتعلى فينا برجعول كمه مرة إحنا بنقدر نعيش معها بشكل طبيعي كامل نرجع لأعمالنا في كل محل إذا فيه واحد مشميط طاعم ندير بالنا أنا كمان بقول المشميط طاعمين إحنا مش لا تمنعقبهم المشميط طاعمين إحنا لازم نحافظ على المشميط طاعمين ونعطيهم تسهيلات مدوما عاقب اللي ما أخذوش تطعيم الهدف هنا أنه نحافظ على الناس اللي تطعموا ونعطيهم توصيات أنه يتطعموا ويحافظوا على حالي أنه هاي طريقة وحيدة بس اللي مش عم بتطعموا وعم بشكلوا أيضا خطر على ناس كتير بالضبط عشان هيك أنا من ناحية من ناحية إحنا نعطي ولا حدا عقاب لأنه ما تطعمش لأنه كل واحد مسؤول عن صحته وكل واحد بقدر هو بيقرر شو يعمل بس من ناحية ثانية واجبنا إحنا نحافظ على الطعمه وعلى الفئات اللي بخطر عشان هيك راح يكون في قرارات أنه نسمح لناس معين أن يتفوت على محلات شغل شفنا بمدير مسجفة هداسة اللي بدوشي طعم من الأطباء من كل الطواقم مش راح يستطيع يدر يشتغل مش راح يستقبل إنه هاي مسؤوليتنا إحنا إحنا مسؤوليتنا إذا أنا عندي طواقم طبية بدين يشتغلوا أو في كل محل عمل وجاء على الشغل واحد مش من الطعم وبدي يشتغل مع ناس أنا بخاطر بالناس يعني هاي إلك مسؤولية كمان يعني هو أنا مش بس إنه صارت إنه الواحد حر على جسده أنت حر على جسدك مظبوط بس أنت كمان في عندك مسؤولية على الناس اللي بتشتغل معهم بتكاشط الطعم تأخذ بالحساب إنه لازم تأخذ بالحذر إنك ما تشتغلش مع ناس تعمل إشي تاني يعني في إلى ثمنها إحنا ما يقول كل واحد بيقرر بس هو كمان لازم يدفع ثمان قراره مش يدفع ثمان إنه كمان يلائم قراراته ما يضرش حدة تاني أنت حر في حالك بس مش بحر تضر غيرك نعم طيب بموضوع التغيرات اللي عم بتصير على الفيروس خمس المصابين بكورونا دون تسع سنوات يليهم فئة الشباب دون تسع وعشرين عام هل يشير هذا إلى تطور معين أو تغيير معين في الفيروس؟ طبعا هذا هو الحكينا عنه الطفرة البريطانية اللي هي أكثر في الأطفال وفي الأعمار الصغيرة والنساء الحوامل ما ننساش النساء الحوامل أكم حالي بحالي من النساء الحوامل بحالات صعبة الفيروس بالطفرة العميرة البريطانية هاي هو بنشر أسرع وهو أخطر في الشك أنه هو أخطر وكمان هو كمان أخطر كما على الفئات العمرية الصغيرة هاي 100% نحن نعرفها ونتعلم كيف أنا من المعطيات أنه التطعيم كثير ناجح عم نشوف أنه الناس بالفوق الخمسين سنة اللي عم بيمرضوا نسبتاً عم بتروحها بتنزل هذا بقول أنه التطعيم ناجح بشكل ممتاز ما كانش في عنا في الطيب كله تطعيم الأدي ناجح بشكل منوع وأمين يعني كل اللي عم بقوله شفت اللقاء يعني التواقم اللي بتقول واللي بدش يطعمه أنه التطعيم جديد مش جديد هذا كله حكي فاضي التطعيم كل المراحل اللي لازم يمرؤها كتطعيم فيه أمان 100% وفيش عنا خوف منقدر نأخذه وكتير مهم برجع بقولك مرة في كل اللقاء ما ننشرش أخبار كازبي اللي بنشر أخبار كازبي فيش فرق بينه وبين جريمة قتل لأنه إذا أنا بخبر بعطي خبر كازب وواحد غيري بخش تطعيم وبيموت أنا بكون السبب عشان هيك بتكاشف تطعم ما تطعمش بس ولا تنشر أخبار كازبي أنت مسؤول على صحتك بس بلاش تضر حدا تاني هاي نقطة مهمة بطلوا من الجميع يطعموا يحبوا على التعليمات ويبدوش يطعم ما تنشرش أخبار كازبي نعم تطعموا تطعموا لأننا نريد أن نعود إلى الحياة بشكل أسرع شكرا لك دكتور زهي سعيد المتحدث من قبل وزارة الصحة الإسرائيلية للمجتمع العربي شكرا وبهذا الموضوع قررت الحكومة الإسرائيلية الدفعة الثالثة من إجراءات الخروج من الإغلاق الصحي وبدءا من الأحد البقبل ستفتتح المطاعم والحضائق والمناسبات صباح يوم الأحد ستعود المطاعم والمقاهي في البلاد لإفتتاح أبوابها أمام روادها كالمعتاد وفقا للخطة التي وضعتها الحكومة لحظة طال انتظارها من قبل العاملين في قطاع المطاعم أكثر المتضررين من إجراءات الإغلاق كانت فترة كثير سابعة كانت خمسة شغل تقريبا مسكرين فيش تنائم ثاني للشغل محلات مسكرت تكويه كانت كثير سابعة لأنه كثير محلات وليس عم تشتغل تكويه وكانت كثير سابعة يعني بشكل عام لكن ارتياد المطاعم لن يكون متاحا للجميع بل فقط للذين يملكون جوازا أخضرا بعد أن طلقوا جرعتين من التطعيم المضاد للكورونا شيء رايح يكون كثير سابعة لأنه فيه ناس ملأمين يعني تيجي مجموعة مع البعض ثماني سبعة واحد مش جواز أخضر بهذه الحالة شودك تعمل يعني مكتملة إذ أن قسما من أصحاب المصالح لم يتمكن من الصمود خلال فترة الإغلاق وبالتالي لن يفتتح أبوابه صباح الأحد أنا عايش بحيفة 12 سنة أنا شايف كثير محلات اللي إيش كثير بيزعل بمرق حدها مسكري في محلات سكرة تشيلي للأجار طبعا هذا المحل كان يشغل خمس عائلات وهذه الخمس عائلات لم يتمكن من دخل مادي إسا فهذا ليش كثير بيزعل لما الواحد يزعل بعمل نفسني مش حلوي فأنا كثير ضرارة بشغلي لأنه شغلي أنا بعمل أحلام العالم أنا بحقق أحلام العالم في التصميم فأنا مش شايف أنه في حركة بالموضوع وبالإضافة إلى المطاعم والمقاهي أكرت الحكومة الإسرائيلية في جلستها لبحث آلية استمرار الخروج من الإغلاق عودة طلاب الصفوف السابع حتى العاشر إلى مقاعد الدراسة بدءا من يوم الأحد المقبل في البلدات الخضراء والصفراء كما وافقت الحكومة بالإجماع على فتح قاعات الأفراح لكل من طلقت تطعيم أو تعافى من فيروس كورونا كما تخلل اجتماع الحكومة الإسرائيلية خلفات حد بين قطبي الائتلاف الحكومي الليكود وكحول لفان خصوصا حول رزمة المساعدات الاقتصادية والعرقية القانونية والسياسية لهذه الرزمة وحول هذا الموضوع ينضم إليه رسلان غنائم مستشار تجاري واقتصادي للمصالح التجارية أهلا بك يا رسلان يبدو أن فرحة العودة إلى الحياة ليست مكتملة فوجد مصالح لا تستطيع أن تعود إلى حياتها وإلى عمالها من دون شك مريم أنه في فرحهايك بالجو عند أصحاب المصالح المسكري لحد اليوم بالأخص أصحاب المطاعم والمقاهي لكن من دون شك أنه لازم يكون تجربة وهذه تجربة مع التطعيمات اللي حاصلة اليوم السوق رح يفتتح كتجربة نتعامل مع التطعيمات لكن لا أحد يعرف ما يمكن أن يصبح معركة قداما ونحن لازم نكون حذرين نعم وعدت الحكومة مساعدات لأصحاب المحال التجارية والمستقلة أين وصلت هذه المساعدات؟ يعني رأينا أن هناك حتى خلافات حادة داخل الاجتماعات حول هذه المساعدات أين وصلت؟ هل ستصل قريبا إلى المحتاجين حقا؟ بدون شك أنه كل الكرارات اللي بتتخذ الحكومة بهذه المرحلة كلها ترتبط في الانتخابات ما منقدر نبعدنا عن بعض نفصلنا عن بعض فعشان هيك كل حزب بده يثبت قوته عمليا بالكرارات فأعتقد أنه كيف ما عم بيحكوا بآخر يومين أنه ممكن أنه خلال الأسبوعين القريبين أنهم يحاولوا يعتدوا دفعات لأصحاب المساعدة تجارية المستقلين على أساس ما بعد الانتخابات يكملوا تكملية المساعدات هاي المفروض أنه خلال الأيام القريب يفتتح المنحة تبعي شهر واحد واثنين على أساس أنه يقدروا أصحاب المساعدة تجارية قدموا لهذه المنحة ويقدروا يخذوها لكن ما بعرف إذا راحين يفتوا كل المبالغ اللي بيستحكوها المساعدة تجارية هاي أو راحين أجلوا كمان كسهم لما بعد الانتخابات كيف يمكن مساعدة أصحاب المحال التجارية خاصة في المجتمع العربي الذين ليس بمقدورهم الآن العودة إلى حياة طبيعية في المجال التجاري والاقتصادي بدون شك أنه ببداية الأزمة بين شهر ثلاثة قبل سنة كثير أصحاب المساعدة تجارية بكثير فئات شافوا أو بلشوا يفهموا أنه يلازم يلكوا حال ثاني حال البديل أو يلقموا حالة من الوضع اللي فاتوا عليه بعتقد أنه بعد سنة كل السوق فيهم لون إحنا رايحين ما بعد ما نطلع من كورونا عشان هيك بعتقد أنه كل واحد اليوم عنده مصلحة تجارية لازم يلقم حالة للوضع القائم عشان هيك للأسف أنت راح تظل لورك فراح يصير فيه ضرر للأسف بالمصلحة تجارية بالأخص العربية أكثر من باقي المجتمعات اللي هي عمليا استمرارية لتدنق الاقتصاد بالمصلحة تجارية بآخر كم سنة فأعتقد أنه بهذه المرحلة لازم نلقم حالنا للوضع القائم نحضر حالنا للأشياء اللي ممكن تصير لكل سيناريو ممكن يصير عنا خلال الأشهر القريبة على أساس نقدر نحافظ على نفس أطول وأكسجين أطول على أساس نقدر نكمل مسارتنا ونحافظ على الاستمرارية بتعملنا الآن ما زنوا بعد رسلان وبعد عام من الكورونا والإغلاقات الاقتصادية أو التعب الاقتصادي هل وسعت الجائحة الفجوة بين الفقراء والأغنياء بين المواطن الفقير والمواطن الغني؟ طبعاً من دون شك اكتشفنا أنه بطل فيه أو ما كان خلال السنة هاي أمان اقتصادي فعشان هيك كمان الفقير صار أكثر فقير والغني صار أكثر غنى يعني كان فيه عندما يسمه هنا في البلاد الطبقة الوسطى اللي كانت تسمى الطبقة الوسطى أعتقد أنه بالسنين الأخيرة بالأخص بالسنين الكورونا هاي الطبقة اختفت صارت أو غنية أو صارت بالطبقة الفقيرة فمن دون شك أنه زاد الفجوة هاي بالأخص أنه منحكي على بشهر ستة بعد ثلاث شهور بخلص فترة الدفع لتأمين الوطني لكل الأشخاص اللي طلعوا من وظيفتهم ما يسمى الحالات الإجازة غير مدفق الأجر فالخوف ما بعدها هل الإشي راح يكمل هل الدفعات هاي النفقات المنح راح تكمل أو لا عشان إذا ما راح تكمل راح يصير فيه عندنا فجو صديقي كثير كبير راح يكون فيه عندنا نسبة بطالة كثير عالية اللي هذا الإشي بيأثر كمان على مصالح تجاري في بلدنا العربية نعم يعني هو أكثر المجتمعات أو الفئات هو المجتمع العربي الذي يتضرر شكرا لك رسلان غنايم مستشار تجاري واقتصادي للمصالح التجارية شكرا لك شكرا لك لا تنفك قضية مطار بن جوريون الإسرائيلي وفتح أبواب المطار لشخصيات مقربة من متخذي القرار إشغال الرأي العام الإسرائيلي وكتبت أسرة هارتس اليوم مقالا تحت عنوان الانتقائية وقالت في المقال تحت غطاء الكورونا أغلق رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو بوابات الدولة وأوقف وزيرة المواصلات ميري ريجر كانتقائية سياسية في المدخل الأول كشف صحفها آرتس أوري ميزجاب في الأسبوع الأخيرة بأنه بخلاف مقيلة للجمهور فإن مطار بن جوريون ليس مغلقا للجميع بوابات الدولة فتحت أولا وقبل كل شيء لمن يرغب نتنياهو بتعزيزه وأساسا لشركائه في كتلة اليمين مطار بن جوريون مغلق أساسا في وجه من ليس ولا تنطبق عليهم مواصفات السياسية لللجنة الخاصة والتي أودعت المسئولية عنها في الأياد اليمينية لريجر ويدور الحديث عن رحلات إنقاذ أقرتها الحكومة في إطار الإعادة إلى البلاد لإسرائيليين علقوا في الخارج وملزمين بالعودة لأسباب إنسانية بسبب وضع صحي لأجل المشاركة في جنازة ولأجل المثول أمام المحكمة ومشابه ويسمح بالصعود إلى هذه الرحلات فقط لمن أقرت له ذلك اللجنة الخاصة وماذا تساوي اللجنة إذا لم تكن ريجر تتحكم بها هكذا تحولت اللجنة إلى شبه مصار في آي بي خاص للحردين ولمقربين آخرين من الحكم واختتمت الصحيفة قائلة فحقيقة أن حكومة إسرائيل تمنع دخول مواطنين عشية الانتخابات تشكل مسا خطيرا بحقهم في التصويت وعندما نأخذ بالحسبان أن الاستثناءات في الدخول إلى إسرائيل تعطى أساسا للحردين نفهم أن لهذا معنى انتخابي للبس فيه في مصلحة كتلة نتنياهو إلى هنا وصلنا إلى نهاية بانوراما تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وكونوا بخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر